اشتركوا في القناة وتنهي التكهنات وتضمحل معها شتى اشكال المخالفات التي قد تقلل من نزاهة وشفافية العملية الانتخابية بصورها كافة احنا اليوم عندنا واجب وطني في مراقبة الانتخابات طبعا احنا كنا في وزارة التربية والتعليم في صالة دخلنا الساعة سبع وابتدوا بالضبط الساعة ثمان شفنا طبعا الصناديق فارقة ومقلقة تدام عيننا شيكنا وحنا طبعا في مراقبة ثانية بعد حق التواصل الاجتماعي واللي مثلا يخربون على الناس على الانتخابات ففي عدة فرق حق ذي الشي يعني والله ان شاء الله يوفق ان شاء الله وتنجح وباذن الله بحس ملكنا وبشكل قانوني ابدعت لجنة الاقتراع والفرز هنا في الدائرة الاولى التابعة للمحافظة الجنوبية بتقديم كل ما من شأنه تسهيل مهمة الناخب والمترشح ومندوبين عن الجمعيات الرقابية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كان اقبال جدا كبير من الصبح لحد الان والحمد لله ما سجلنا اي مخالفة كان تنظيم كل شي ممتاز كان محدد اماكن للصحافة اماكن لجمعيات المراقبة اماكن للمرشحين ووكلاءهم نشكر الشرطة كان والشرطة برا المركز قاموا بدورهم واحنا المنظمين والعاملين قاموا بدورهم على اكمل وجه الحمد لله ما فيه اي ولا ما فيه ولا مخالفة انتخابية لحد الان الحمد لله يعني وما يبقى الا ان نقول يعني تتكاتف جميع الجهود من اجل اخراج هذا اليوم الانتخابي بابها صورة لتلفزيون البحرين محمد رشيدات يوما بعد يوم يثبت الشعب البحريني وطنيته وحرصه على مستقبل البحرين وما هذا الاقبال على التصوية اليوم في الانتخابات النيابية والبلدية الى دليل اخر على ديناميكية هذا الشعب والتفافه حول قيادة جلالات الملك المفدة وفي هذا الاطار وضمن المساهمة في تعزيز قصة النجاح الوطنية التي تدسدها هذه الانتخابات وصلت وزارة الداخلية بكافة اجهزتها المعنية تأمين العملية الانتخابية من كافة نواحيها وصلت تقديرا من الناخبين لهذا الدور الامنية في تسهيل اجراء الانتخابات وتهيئة السبل امام الناخب ليدلئ بصوته في سهولة ويسر بدأنا اليوم تنفيذ الخطة الامنية لموضوع لتأمين الانتخابات النيابية والله الحمد الانتشار واسع لجميع القطاعات من دوريات المديريات الامنية شرطة المجتمع المرور النجدة وغيرها من الاجهة الامنية كلهم ساخرين طاقاتهم لخدمة الناخبين وتسهيل وصولهم الى مراكز الاختراع وفي محيط المراكز الانتخابية وكذلك عبر طريق المؤدية اليها عملت الادارة العامة للمرور عبر دورياتها المنتشرة في كافة المناطق على تسهيل الحركة المرورية وتحقيق الانسيابية المطلوبة وهو ما يعاد جزءا من منظومة متكاملة تعمل بتناغم تام وهدفها أمن الوطن وسلامة أبناءه نحن الآن مع رجال خدمة شرطة المجتمع بالمحافظة الجنوبية نقوم بتنظيم الحركة المرورية في هذه المنطقة ولكن لا بد من المواطنين التحلي بالصبر في هذه الازدحامات التي نشاهدها في هذا المركز الاختراع إن هذه الانتخابات النيابية والبلدية خطوة متقدمة على طريق مسيرة ديمقراطية التي أرسق وعيدها المشروع الإصلاحي الشامل لجلالة الملك المفدة وسيسجل التاريخ للبحرين قيادة وشعبا كل هذه المحطات الديمقراطية بكل فخر واعتزاز اشتركوا في القناة